طيب حكينا إيش أنواع المتغيرات أو الـ data types اللي موجودة في الجافا وكيف ممكن تخزن فيها أرقام طيب تمام لو إجيت أنا على سبيل المثال حكيت له انتجر x بده يساوي عشرة في الحالة هذه العشرة هي عبارة عن عدد صحيح خزنها في المساحة اللي اسمها x يعني أول ما يتم تنفيذ السطر هذا بيروح بيحجز مكان بيسمي x هذا المكان حجمه 4 بايت في الممري وبيخزن فيه الرقم 10 طيب تمام لو إجيت قلت له 10.5 أو 10.5 معنى الكلام هذا أنه العشرة ونص هذه فهمها كدبل لاحظ قال لك أنك أنت كتابت رقم دبل وإجيت تحطه في انتجر ما بينفع الحالة هذه بنسميها أنه أنا إجيت حطيت رقم كبير أو حجم كبير يعني رقم هذا المفترض يكون حجمه 8 بايت حطيته في مكان حجمه 4 بايت فما بيقبل أنك تحط رقم كبير في رقم صغير طيب جميل لكن لو إجيت حكيت له دبل X بدي ساوي 10 العشرة عبارة عن عدد صحيح يعني انتجر والدبل عبارة عن عدد عشري أو مساحة 8 بايت هذا مساحة 8 بايت وهذا مساحة 10 بايت يعني المساحة اللي إنت حجزها 8 سوري هذا مساحة 8 بايت وهذا مساحة 4 بايت المساحة اللي إنت حجزها بتساعد 8 بايت إجيت حطيت فيها رقم 4 بايت مش مشكلة المساحة الكبيرة بتاخد المساحة الصغيرة لكن العكس لو قلت له انتجر X بدي يساوي 10.3 فإيجا قالك انت حاجز مساحة 4 بايت كيف بدك تحط فيها رقم المفترض يكون في 8 بايت بنفاش تحط مساحة كبيرة في مساحة صغيرة فأعطاك مشكلة طيب جميل لو انت بدك تمثل رقم مثلا عندك الرقم مليون تمام الرقم مليون هذا انت من كتر الاصفار اللي عندك ممكن تتلخبط في قراءته فبتيجي بتقول والله ممكن اعمل كمى او فاصلة بين الاصفار هذا الكلام ما بينفعه بيعطيك مشكلة طيب ايش ممكن اعمل عشان اخلي الرقم يظهر بشكل حلو باجي بعمل علامة الاندرسكور او الشرطة اللي الى اسفل بالشكل هذا فبالشكل هذا تعامل مع الرقم كعدد يعني اعتبره رقم ولكن عشان يظهر لك بمنظر جميل سمح لك انك تستخدم السمي كلن الاندرسكور قاسف فلو اجد طباعة X هيطبع لك واحد وجنبيه 6 تصفر مباشرة خلاص هي عبارة عن رقم بس هادي حاجة عشان انت تشوفها بشكل جميل طيب تمام الان المليون هو عبارة عن واحد ضرب عشرة او الستة لو اجد قلت له الرقم هذا هو عبارة عن واحد مثلا اي ستة معنى الكلام ان واحد فعشرة او الستة لكن ما سمح لك انك تقبله خدها قاعدة من يوم ورايح اي تعامل مع الاكسبونانشيال الاي بنسميها الاكسبونانشيال اللي هو واحد ضرب عشرة اوس الرقم اللي بعد الاي الاكسبونانشيال التعامل معه بيكون جوه ضبل ما بنفعش تتعامل مع اكسبونانشيال في انتجر فاي تعامل مع اكسبونانشيال لازم يكون في متغير من نوع ضبل طيب تمام لو بدك تكتب مثلا خمسة ونص بتكتبها بالشكل هذا ما بينفع تيجي تكتب زي الرياضيات خمسة ونص بالشكل هذا طيب جميل هذا بالنسبة ل طبعا فين دي الكاركتر الكاركتر طبعا بيسع حرف واحد ما بينفع تحط جوه حرفين يعني ممكن تحط جوه حرف واحد لو جت حطيت حرفين بيعطيك مشكلة هذا بالنسبة تقريبا ل اغلب المتغيرات هيك احنا بنتعامل معاها كل واحد بعطيه النوع المناسب اللي هو ما بينفع اخر بط في الانوان طيب جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة